السلام عليكم لبنات كديري اللي بس عليكم انتمنكم تكونوا على خير وبخير هاد النهار اجيبت لكم واحد المقشر ديال الوجه كي مركوا تعرفوا ضروري خذكم تقشروا الوجه ديالكم جوج مرات في الأسبوع باش حفظوا على النظارة ديال الوجه ديالكم وخصوصا اللي الناس البشرة ديالهم ناشفة مع هاد البرد بالبرد داخل كيولي والقشور في الوجه هاد الوصفة هادي كتحي يدقاء الشوائب اللي كيكونوا في الوجه وكتخلي البشرة ارتباء كي تكون ثلاثة المكونات اللي هما القهوة والسكر والزيت السكر استعملوا ذاك الخشن اللي كيكون غليط مشير رقيق غادي نبدأوا الوصفة ديالنا على بركة الله غادي نجيبوشي فاش نحطو يعني طبسيل فاش غنحطو نديرو الوصفة ديالنا غادي نديرو معلقة صغيرة ديال القهوة وغادي نضيفو لها معلقة صغيرة ديال السكر كيما قلت لكم يكون سكر خشن غليط وغادي نضيفو جوج معلقة ديال زيت العود انا هاد الكمية اللي درت بزاف باش ندير تقشير لوجه ديالي وليد ديال والرجلية هي لك تبغي نديرو غير الوجه ديالكم ديرو نص معلقة ديال السكر ونص معلقة ديال القهوة ومعلقة ديال الزيت كافيين باش تقشر الوجه ديالكم انا درت كمية كبيرة لان بغيت ندير حتى الديا والرجلية انا هاد الوصفة هدي كنديرها دائما لان كتعجبني بزاف ديروها جوج مرات في الأسبوع حاولوا الدومها وغادي تشوفو النتيجة حتى انتم ما ما غاديش تبقى وتستغنوا عليها سوف نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا لنا مع بعضياتهم سوف يوم بعد كانت تبقوا سواء على الوجه دينا ولا على اليدين ولا على الرجلين يعني في انتما بغيين ديروا التقشير يعني كتحطوا على الفلاسة اللي بغيين ديروا التقشير سواء الوجهكم ولا ليدين ولا الرجلين كتبقوا تفركوا فيهم مزيان خمسة دقائق خمسة دقائق وانتما كتديروا حركات دائرية هاتما كما غادي تشوفوني انا كندير دابا على يديا كتدوروا حركات دائرية تبقوا تفركوا خمسة دقائق وانتما كتفركوا هاتما شوفوا كيفاش غندير ليه انا سوف يوم من بعد كتغسلوا الوجه ديالكم عادي ما تديروا الصابون ولكن حاولوا تمسحوا في شي الفوطان قمشي الفوطان اللي كتستعملوا دائما لوجه ديالكم لانا كيبقى زيت في الوجه وكتبقى القهوة في الوجه لانا الفوطان غادي توصخ لكم اه خليوا هنا كنخلي صراحا مبعد ما كنغسل الوجهي كنخلي واحد الساعة وكنعاود نغسل الوجهي بالصابون ديال الوجه اللي كنستعمل دائما وصافي وكندير من بعد شي كريم الوجهي كالعادة كما دائما يعني دائما قبل سواء في الصباح ولا يعني عندي كريم ديال النهار وكريم ديال لي القبل من نعاس كندير كريم ديال الوجه ديالي نتمنى لبنات تجربوا هاد المقشر هادا ويلعجبكم خلويلويا تعليق ونتمنى انني نكون فيدتكم هاد النهار بشي حاجة وكنولي الناس لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي يشاركوا فيها وضغطوا على الجرس باش دائما يبقى يوصل لهم جديد